اشتركوا في القناة وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته عندما يقف الإنسان المؤمن عند حدث من أحداث التاريخ الإسلامي هو يقف عند هذا الحدث بنظرتين وبفكرتين والفكرة الأولى هي أنه يقف عند هذا الحدث ليستخرج منه الدروس والعبر يقف عند هذا الحدث ليأخذ من هذا الحدث ما ينفعه في دنياه وآخرته وتارة يقف عند هذا الحدث لكي يأخذ من هذا الحدث معلومة هذه المعلومة هو لا يريد إلا أن ينتفع بها انتفاعا خارجيا يعني أن تكون هناك معلومة كمعلومات كثيرة كما أنه يعلم مثلا كم عدد القارات في العالم وما إلى ذلك اليوم سنتحدث بإذن الله تعالى عن معركة أحد هذا الحدث الكبير والإسلامي الذي حقيقة هو من أهم الأحداث التي ينبغي علينا كمؤمنين كمسلمين أن نطالعها وأن نقف عندها وأن نتدبر فيها وأن نتمعن فيها لنأخذ منها الدروس والعبار وأسكن في خدمتكم بإذن الله تعالى في محورين المحور الأول هو الذي يتحدث عن وقفه سريع عن هذا الحدث المهم وكذلك الأمر الآخر هو للحديث عن بعض الحقائق التي يمكن أن نستخلصها ونستخرجها من هذه المعركة التي حدثت بين المسلمين والمشركين المحور الأول وقفة تاريخية المسلمون يهاجرون من مكة إلى المدينة وقد تركوا كل إمكانياتهم من أجل دينهم من أجل قيمهم من أجل إسلامهم ويشتبكون مع المشركين في معركة بدر فيكون لهم النصر والانتصار الكبير الذي تحقق على أيدي أولئك الأبطال المجاهدين الخلص الذين نذروا أنفسهم لدينهم يتحقق النصر على يد أمير المؤمنين صلى الله وسلم عليه في معركة بدر حيث أنه استطاع أن يقتل نصف القتلى كما ذكر ذلك أرباب السير نصف القتلى كان بسيفه صلى الله وسلم عليه وهنا قريش المشركون الحلفاء الذين كانوا معهم هنا أصيبوا بضربة قاسية إلى أبعد الحدود حتى ذكر المؤرخون أن أبا السفيان عندما عاد إلى مكته خاطب النساء وخاطب المفجوعين ألا يبكوا لأن البكاء يقلل من الغضب ويقلل من الحقد الدفين في نفس الإنسان على قاتله من هنا قال لا تبكوا حتى نتهيأ لنأخذ الثأر من محمد على حد تعبيره ولهذا تهيأوا بجيش جرار بعد السنة كاملة وبضعة أيام تهيأوا واستعدوا ليذهبوا إلى المدينة المنورة وإلى المسلمين بصورة خاصة ويدخلوا فيهم ويملأ الساحات من القتل والتنكيل بهم وكان هذا هو شعارهم وحركتهم الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه بأن قريش والحلفاء معهم قد استعدوا وتهيأوا بجيش كبير جرار كان عدد مقاتليه كما يقول أهل السيار كان عدد مقاتليه خمسة آلاف مقاتل ومعهم نساء لكي تشجع ولكي تضرب الدفوف وتفعل ما يمكن أن يكون أمرا تشجيعيا للمشركين لقتال المسلمين وتذكير المشركين بما حدث في معركة باتر جلس النبي مع أصحابه صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأن قريش مقبل علينا فما هو رأيكم في ذلك وإذا بالمسلمين صار لهم الرأي أن يخرجوا خارج المدينة ورأي آخر أن يبقوا في داخل المدينة لكي يقاتلوا من داخل المدينة ويشترك الكبار والصغار والنساء في القتال من على أسطح الدور وما إلى ذلك وكان رأي آخر أنه يا رسول الله لما لا نخرج إليهم فنحن بالواقع لم نخرج إلى الذين سبقونا إلا وانتصرنا فكيف بنا ونحن الآن مسلمون فقبل النبي صلى الله عليه وآله هذا الرأي وخرج النبي صلى الله عليه وآله وهو ينتظر أولئك القوم على جبل أحد وبجواره لكي يلتقي بهم هناك كي تبدأ تلك المعركة والتي حدثت بعد سنة كاملة من معركة بدر الكبرى والتي مني المسلمين في خسارة كبيرة بسبب بعض الأمور وبسبب بعض الحقائق التي ينبغي على كل مؤمن ومسلم أن يطلع عليها والتي سأذكر منها بعض النقاط بإذن الله تعالى والتي نريد أن نستفيد منها حقيقة نحن لا نتكلم عن التأريخ ولا نتكلم عن الحوادث ولا نتكلم عن تأريخنا إلا بما ينفع إلا بما نستفيد منه لأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين والمسلم ينبغي عندما يقرأ سيرة النبي ويقرأ سيرة الأطهار عليه وآله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يستفيد من هذه السيار وينبغي أن يحرك ويتحرك باتجاه عدم تكرار ما وقع به المسلمون من خلل والاستمرار والنشاط والتهيئ والاستمرار بكل ما استطاع المسلمون تحقيقه من عزم وإرادة وتضحية من أجل المبادئ جيد إذن هذا المحور الأول وهو وقفة سريعة عند التأريخ الذي يذكر لنا حادثة وسبب معركة أحد والتي سميت بهذا الاسم نسبة إلى الجبل الذي حدثت المعركة بالقرب منه جيد نأتي الآن إلى المحور الثاني وهو ما هي الحقائق التي ينبغي لنا كمسلمين أن نستفيدها من معركة أحد نحن مسلمون ونقرأ التأريخ الإسلامي ونريد أن نستفيد من التأريخ الإسلامي لا نريد أن نقرأ هذا التأريخ لمجرد التسلية ولا نريد أن نقرأ ما وقع به المسلمون من أجل أن نطلع لا وإنما نريد أن نقرأ كل هذه الأمور من أجل ماذا من أجل أن نتعلم الدروس والعبرة منهم وهذا ما يأمرنا به القرآن وهذا ما يأمرنا به الدين الحنيف من أنه نحن عندما نذكر لكم قصة أو عندما نذكر لكم ما حدث في الأزمان القديمة والغابرة وفي الزمن الأنبياء وفي زمن النبي صلى الله عليه وآله عندما نذكر هذا نحن لا نريد منكم أن تتسلوا في قراءة هذه القصة وإنما نريد منكم أن تستشعروا وأن تستنتجوا وأن تستخلصوا الدروس والعبرة من هذه الوقاع التأريخية لكي لا تقعوا فيما وقع فيه المسلمون ولكي تأخذوا ما فعله المسلمون وكان به تحقيق الانتصار هو أن تأخذه بالعين الجدي والاجتهاد عن ابن عباس قال لما كان يوم أحد صعد أبو سفيان الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم إنه ليس لهم أن يعلون فمكث أبو سفيان ساعة وقال يوما بيوم إن الأيام دول وإن الحرب سجال فقال صلى الله عليه وآله أجيبوه فقالوا لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار فقال لنا عزة ولا عزة لكم فقال النبي صلى الله عليه وآله الله مولانا ولا مولى لكم فقال أبو سفيان أعل غبل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الله أحلى وأجل نعم كنا قد قلنا أن الحديث عن هذه الأحداث التاريخية هي إنما نريد من خلالها لكي نستخلص الدروس والعبار إذن ما هي الدروس ما هي العبار ما هي الحقائق التي ينبغي على كل مسلم أن يطلع عليها لكي لا يقع فيها ولكي لا يكررها مرة أخرى ولكي لا تكون خسارة للمسلمين بسبب وقوعنا بأمر قد وقع فيه المسلمون الأوائل أذكر مجموعة من الحقائق في معركة أحد الحقيقة الأولى أن المعركة كانت محل للاختبار وللامتحان ولابتلاء المسلمين حقيقة معركة أحد من مجموعة كبيرة من الأمور هي محل الاختبار والامتحان كيف أنا أقول لك ذلك أولا أنه العدد الذي كان يمتلكه المسلمون هو ألف مقاتل وعندما وصلوا إلى جبل أحد استطاع عبد الله بن أبي أن يأخذ ثلثمائة مقاتل ويعود بهم إلى المدينة لأسباب وكان هو من رؤوس المنافقين فبقي سبعمائة مقاتل وجيش العدو كان قد جاء بخمسة آلاف مقاتل يعني بحدود سبعة أشخاص من المشركين يقابلون شخص واحد وهذا هو الابتلاء أن الإنسان المؤمن يقابل سبعة من المشركين لكي يقاتلونه ولكي بالواقع يقف ويصمد ويدافع عن مبادئه وقيمه وإسلامه هذا امتحان واختبار كبير حتى أن بعض المسلمين الذين لم يمتلكوا هذه الإرادة ولم يمتلكوا هذه القوة هاربوا من تلك الساحات ولم يبقوا في تلك الساحات حتى أن بعضهم وكان من صحابة النبي صلى الله عليه وآله بعضهم ذهب ثلاثة أيام بعد المعركة ثم عات فقالوا يا رسول الله قد عاد فلان قال لقد ذهب بها طويلة راح هواي مسافة طويلة وخلصت المعركة قبل ثلاثة أيام إذن كان محل الاختبار والامتحان وهذا الاختبار ليس فقط في زمن المسلمين الأوائل وإنما الاختبار سارن وسيسري وسيستمر وينبغي على الإنسان المؤمن أن لا يغفل عن هذا الاختبار الواقعي الأمر الآخر عدم الغفل عن مؤامرات الداخل اليوم المسلمون يواجهون مؤامرات داخلية وخارجية والمؤامرة الداخلية تكون أنجع وأشد على المسلمين من المؤامرات الخارجية لأن المؤامرة الخارجية ممكن تعرف أن عدوك يخطط لك ليل نهار هو يريد القضاء عليك يريد بالواقع قتلك استباحتك القضاء عليك وما إلى ذلك العدو الداخلي هذا عدو بالواقع غير معروف وبالتالي ممكن يركز سهمه فيك في ساعة من الساعات التي أنت غير ملتفت إليها ولهذا عبد الله بن أبي بن سلول هذا المنافق استطاع في وقت حرج جدا أن يأخذ الثلاثمائة مقاتل من الساحة ويأخذهم إلى المدينة المنورة مما جعل ماذا؟ مما جعل الكثير من المسلمين يتراجعون ولولا العصمة الإلهية لهؤلاء لكانوا قد رجعوا جميعا وكان انكسار كبير للمسلمين إذن الحقيقة الثانية التي ينبغي أن نلتفت إليها كمؤمنين كمسلمين هي أن لا نسمح للمؤامرة الداخلية أن تشتت وأن تمزق وأن نعتصم بحبل الله جميعا الأمر الآخر والحقيقة الأخرى هي أن بعض المسلمين كان يتسابق للشهادة وكان يتسابق للمنية يأتي عبد الله أو عمر بن الجموح في رواية عمر بن الجموح يأتي ومعه أولاده الأربعة وقد منعوه من أن يدخل إلى ساحة الجهاد لأنه كان أعرج وشديد العرج وكان لا يستطيع بالواقع أن يقاتل فجئ به إلى النبي صلى الله عليه وآله ووقف أمام النبي صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله إن أولادي يمنعوني من أن أدخل إلى ساحات الجهاد ومن أن أوفق إلى الشهادة فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله وقال أنت لا تستطيع لأنك أعرج قال يا رسول الله اسمح لي أن أطأ الجنة بعرجتي خليني أسأل الجنة بعرجتي لربما الله يوفقني للشهادة فابتسم النبي وقال اذهب بارك الله فيك فذهب ودخل إلى ساحة الميدان وقتل في ساحة الميدان وفيما بعد قال لهم النبي صلى الله عليه وآله لقد وطأ فلانا الجنة بعرجته هذا التسابق ينبغي أن يكون في كل زمان في كل مكان لا نفكر أن يكون هذا التسابق فقط في صدر الإسلام بل اليوم نحن بحاجة إلى هذا التسابق أيضا من جملة الأمور المهمة أيها المؤمنون طاعة القيادة الذي وقع في معركة أحد والذي خسر المسلمون بسببه هو عدم طاعة القيادة الإسلامية قيادة النبي صلى الله عليه وآله لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لهم ينبغي أن تقفوا على ذلك الجبل ولا تنزلوا وأرسل مجموعة من الرمات عددهم يربو على خمسين راميا ولكن هؤلاء الرمات لما رأوا الغنائم والسيوف التي تقع شغلتهم الدنيا بزخارفها وبزبارجها مما جعلهم ينزلون وينسلون واحدا تل والآخر من ذلك التل ومن ذلك الجبل ينزلون إلى لكي يشاركوا إخوانهم في أخذ الغنائم مما أدى أن جيش العدو بقيادة خالد بن الوليد يدور من خلفهم ويطعن بالمسلمين ويفتك بالمسلمين قتلا حتى لم يبق مع النبي صلى الله عليه وآله ما خلى عليها فضل الصلاة والسلام أمير المؤمنين هو الشخص الوحيد كما تذكر لنا الروايات هو الذي بقى في ساحة الميدان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولقد وقع رسول الله إلى الأرض وأصيب النبي صلى الله عليه وآله بإصابات بليغة وكسرت كما في بعض روايات كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون فروا وانكسروا وانهزموا وكان يناديهم أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم أرجوع بعد إسلام أنكم ترجعون وتنهزمون ونحن نعلم أن الانهزام من ساحة الميدان هي واحد من أكبر الذنوب الكبيرة الفرار كما يسميها العلماء الفرار من الزحف أن تفر من الزحف فهو من الكبائر من الذنوب لأنك بفرارك سيفر ربما الكثير وسيقع المسلمون بيد المشركين وسوف يقع ما لا يحمد عقباه إذن من جملة المناقب لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه أنه كان هو من حام ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه من قتل كما تقول بعض اللوايات سبعين من المشركين بل أنه من نكس أصحاب الرايات وكانوا أكثر من تسعة هؤلاء جميعهم نكسهم أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم وقتلهم جميعا فكان هذا الانتصار يسجل لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن نستفيد من هذه الحقائق وأن لا نقع فيما وقع فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله من ذهابهم إلى الغنائم وارتباطهم بهذه الدنيا الغرور هذه الدنيا التي لا يمكن لها أن تخلد الإنسان ولا يمكن لها أن ترفع شأن الإنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاستفادة من هذه الحقائق وأن لا نقع فيما وقع فيه أولئك الأصحاب نسأل الله سبحانه وتعالى أن نزقنا وإياكم حسن العاقبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة